كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 159 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة ثم ضبط 111 طن أما في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 43 طن كما تم ضبط 720 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز شعيرة تم ضبط 22 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 236 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر